السلام عليكم يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم جميع عزيزا المتابعين بتمنى إذا كنتم للأمر عم تحضروني تشتركوا وتفعلوا زر التنبيهات حتى يوصيكم إنشار بصفات اللي عم تنزل وتصيروا جزء من أسرة القناة اليوم رح أقدم لكم طريقة لعمل مربى البيتنجان مثل ما طلبته تكون سهلي ومضموني ولونة حلو أنا أدمت طريقتين وهي الثالثة نزلت طريقة المقشر مع المكسرات والزبي ومربى البيتنجان بالقشر على الطريقة الحلبية اليوم رح أقدم لكم الطريقة الثالثة المتعارف علي بسوريا هي الطريقة التقليدية يلي معظم الناس بيعملوها بهاي الطريقة بيطبقوها مباشرة وبيغلوها بنفس اليوم بينما قدمت لكم ياها مسبقا تاخد مراحل أكتر يعني يوم واثنين لحتى تجهز كل الطرق قدمت لكم ياها صحيحة ومضمونة لكن هاي أسرع لكم بالوقت بينما بتصرف غاز لأنه رح تاخد من ثلاثة الأسرة أربع ساعات غلي بينما قدمت لكم ياهن اقتصاديات أكتر بياخدوا وقت بالنقع على البارد بالقطر بينما ما بيصرفوا كتير غاز انتو اختاروا اللي بيناسبكن وكل الطرق التي لكم مضمونة وبتحصلوا على قرشي ولون كتير حلو هلأ عندي البيتنجان غسلتون بدي استخدم هذا النوع الحمصي نحن ما فينا نستغني عنه بمونتنا سواء كان مكدوس أو مربة أو إذا عملنا مخلل رح أرفع هذا الجزء من كل حبي وابدأ بتأشيرهم هلأ رح شوفكم أول شي هاي الخطوة قبل ما أقشرهم بدي أعمل رائق الكلس يلي رح انقع فيهم حبات البيتنجان وهاي من الخطوات الأساسية لتحضير مربة لحتى نحفظ على أرشي ولون كتير حلو عندي هون نصف كوب من مصحوق الكلس أو الجير بيكلينج لايم هادا منستخدمه بعمل المربايات لنحصل على قوام متماسك ولون رائع للمربايات رح أحط مي ما في كمية محددة بدي أرجع أضيف كمان بحركوا لحتى يدوبوا فيكن تنتظروا عليهم لحتى ترؤد وتصير المي صافية مناخدة منحطة على البيتنجان بتركن نصف ساعة بيكون بهالمرحلة قشرت البيتنجانات هلأ رح أحضر وعاء غميء بلاستيك ورح أحط في حبات البيتنجان يلي قشرتهم وبعدين أخذ رائق الكلس يلي تركته نصف ساعة هلأ رح أخذ المي وحاول قدر الإمكان ما نزل الكلس يلي رأد بالقعر حتى ما يأخذ البيتنجان طعمة الكلس هلأ كان قبل ينقعوه مباشرة بالكلس بدون ما يأخذوا المي الرأدي بس كمان يرجعو يخلوه منقوع كزا ساعة بالمي هلأ هيك أسرع منخلي المي لا ترؤد مناخدها ومنطبع على البيتنجان أضفت عليهم مي عادية لحتى تغمر كل كمية البيتنجان بغطيهم وبحط عليهم تقل وخليني اليوم الثاني تركتهم كل الليل وهلأ بدي أرفع المي وبدي أبدأ بغسيل البيتنجان البيتنجان هلأ نحن وفرنا على حالنا نقع البيتنجان مرحلة ثانية ساعتين ثلاثة بالمي حتى ما يأخذ طعم الكلس أنا كوني رقدت الكلس وأخذت بس الرائق تخلصت من البقية طبعا حطتهم بكيس حتى ما يسدوا مصارف الصحية هلأ مباشرة بعد ما أغسلهم وأرفع عنهم هاي الطبقة السودي بدي حطوا مي على النار وابدأ بتفوير عليهم لحتى تروح طعمة الكلس نهائيا منهم يعني راح نخليهم يغلوا من خمسة لعشرة دقايق بالمي ونحاول نغمرهم للأسفل بعد هيك راح أصفيهم واتركهم لحتى يبلشوا ينزلوا ميتهم بحضر القطر وبدأ أبدأ عصر كل وحدي بوحدتها لنزل منها المي شايفين هلأ فتحت المي الباردي لحتى يسرع من تبريدهم منزلهم بهذا الشكل لسا هن صاخرين ما في نقلمسهم لبينما يبردوا راح أحضر القطر يلي راح نغلي في حبات البيتنجان لكل كيلو من البيتنجان منحتاج كيلو سكر ولترين مي هلأ إذا حابين تاكلوا البيتنجان لمسلا فترة شهرين ثلاثة بتعملوا كيلو مي أو لتر مي لكيلو سكر بينما إذا بدكم تحتفظوا فيه لمدة سنة بتعملوا كيلو سكر بـ 2 لتر مي لكل كيلو بيتنجان مقشر أنا عندي 4 كيلو بيتنجان مقشر راح أحطلهم 4 كيلو من السكر و 8 لترات من المي العادية لأني راح أحتفظ فيه لمدة سنة تمام؟ انتبهوا ما بدنا نحرك القطر أو الشيرة اللي هي السكر والمي مع بعض نهائيا بنخلين على الغاز متل ما هني على نار قوي بس بلشوا يغلوا بوطي الغاز وبخليهم لحتى يعقدوا ربع ساعة بهالأثناء هاي بكون عندي البيتنجان برد صار فيني إلمسوا بإيدي بدي اتخلص من المي يلي بقلبه بعمل واكس بالسكين متل ما شفته بحاول اضغط عليها الواكس بالسكين راح نستفيد منه لغرضين أول غرض هلأ نحنا راح نتخلص من المي يلي داخل كل حبة بيتنجان والغرض الثاني راح يفيدنا لما بدنا نحطه بالقطر يحري يدخل للداخل ويشرب البيتنجان القطر ويصير لونه دهبة موحد من الداخل والخالج وما راح يكون فيه أرطة أو طعمة بيتنجان مني من جوا المي عندي والسكر غليو وطيت الغاز بدي خليون إذن يعقدو ربع ساعة هلأ متل ما شايفين على أطراف الطنجرة تناثر السكر وتشكل لي حبيبات كريستال أنا بتخلص منن حتى ما يسكر عندي القطر بحط في الشاي مبلولي مي عادية وبمسحهم تمام؟ كل ما تشكل هيك شوي امسحوهم أفضل رح نزل هلأ البيتنجان بالقطر وحاول كبسهم للأسفل هلأ بدي إرجع قوي النار تمام؟ لأن تركتو يعقد ربع ساعة على نار هادية لما حطيت البيتنجان رح هيوقف غليان لأن البيتنجان بارد اختلفت الحرارة منخليه يغلي تتشكل عندي هاي الرغوة برفع وبتخلص منها ووطي الغاز بعد ما أرفع الرغوة وخلي يعقد على نار هادي إذن لمدة ساعة ونصف وما ننسى كل عشرة لخمسة عشر دقيقة نكبسهم بهذا الشكل للأسفل لحتى يتغلفوا بالقطر وياخدوا اللون الدهبة الحلو بعد هيك رح أطلن عصير الليمون بعد مرور ساعة ونصف صراحة أنا نقصت من كمية الطنجرة لأن صار لفوق الزيادة أخذت كيلو وحطته الطنجرة ثاني صغيرة لحتى ياخد راحته أكثر بالغليان والتعايد حطيت معلقتين عصير الليمون للثلاثة كيلو من البتنجان والتنجرة الثانية حطيت معلقة واحدة هلا رح أحط مطيبات عود قرفي ممكن تحطو هيل حبهان أو تحطو ماء زهر أو فانيلا أو في ناس بتدق دروس مستيكي حسب شو بتحبو كبشة رنفل يلي بتحبو هلا هون صار له ساعتين عم يغلي شايفين كيف صار اللون على دهبة هون صار ثلاث ساعات عم يغلي في ناس بيطفوا عليه بهاي المرحلة بيكون هيك أخذ ثلاث ساعات صراحة انحنا منخلي زياد يعقد هيك منحبو يعني خليته أربع ساعات وطفيت عليه حطيت عليه شوية جوز وتركته لليوم الثاني بالطنجرة ليبرد تمام ويتماسك ويصير عم يقرش أكثر وأحصل على هذا اللون الدهبة الحلو إذا شايفين حبات الجوز بالصحن على طرف هدول يلي تركتهم من قوعين بالطنجرة لليوم الثاني بينما يلي حاطتها هلا على كل حبي فتحت كل حبي من الجانب وحطيتها للتقديم يعني هاي عم بعطيكم فكرة ممكن تحطوا رشي من الفستق الحلبة ممكن تحطوا رشي من جوز الهند حسب الرغبة بتعبوه بعد ما يبرد بأوعية طبعا ما فيها مي نهائيا حتى ما يعطي عفوني ويخرب ومتلوا شايفين لون رائع عرشي وطعم مميز بتمنى يلي ما نمجرب أو مستغرب من هالوصفة للمربا يجربها وما بيندم رح تكون من أطيب أنواع المربا صدقوني وهذا من الأساسيات الموجودة بكل بيت سورة بتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو إذا لازمكم أي سؤال تركوه بالتعليقات أهم شي تلتزموا بالملاحظات اللي حكيت عنها حتى ما يسكر معكم السكر عدم تحريك القطر يعني المي والسكر حتى يتم محافظ على شكله ويصير مثل الشيرة العادية وانا هيك بغلى القطر العادي للحلويات وإذا تناسر السكر عطرف الطنجرة نزلوه بالفرشاي ما بلولي ماي كمان لازم تغسلوه منيح من الكلس الكلس صح يستخدم للبناء لكن هو معروف وكتير ناس من قديم بيستخدموه لليوم ما في عليه أي أمراض أو خطورة يعني هو أساسي بيصنع هاي الأنواع من المربا ما فينا نلغي ونستبلو بملح الليمون ما رح تحصلوا أبدا عن نفس النتيجة وما في دعل المبيضات يلي بتنحط بالبداي لأخذ لون دهبة بكفي المراحل والاتزام بطريقة التحضير بتحصلوا على لون دهبة رائع إذا انتبهتوا أن القطر ناقص عن مستوى البيتنجان بكل مطربان ما في أي مشكل ما بيأثر وفي كتير ناس بيتقصدوا أنه ينشفوا البيتنجان من القطر تماما فيكن تغلفوه ترجعوا بالسكر البودرة المطحون حصرا وتحطوه على الشمس تعرضوه مع تقليب كل كم ساعة لحتى يتنشف من الخارج ويصير مثل الراحة أو الحلقوم بيصير من بره عم يقرش ومن جوه رطي بقلبه هذا بيبيعوه بالمحلات عنه يلي بيحب يعمل هاي الطريقة فيكن تسوى تحتفظوا فيه بعلبة تتناولوه بياخد العقل يلي بيحب يكون القطر كمان مغمور فيه يرجع يضيف كيلو سكر إضافة على الأربعة كيلو أو مثلا عامين كيلو بيتنجان حطوه له 2 كيلو سكر إذا بتحبو يكون القطر مليان وكمية المي نفسه لكل كيلو بيتنجان 2 لتر مي بس بنضيف كيلو سكر لحتى نزود القطر وبس وهيك بيكون خلص الفيديو اليوم بعتزر على الإيطالي حاولت الاختصار بقدر مستطاع هيك طلع معي بيانت في أهم شي جميل الاستفسارات يلي كانت تجيني على الفيديوهات السابقة للصنع المربى إن شاء الله تكونوا استفدتوا تأديرا للمجهود بتمنى لايك ومشاركة المقطع اشتركوا بقناتي وفعلوا زر التنبيهات ولنوصل كمان لحمة النصف مليون مشترك لمزيد من الوصفات تابعوا الروابط اللي عم توظرها لأدامكم بنهاية الشاشة والسلام عليكم اشتركوا في القناة